موسيقى 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 لازمنا عنه اليوم أنه بالماضي باقل ونكمل العمل تانا أو إذا كان هذا المدرب سيرحل عليه الإعلان اليوم حتى نحضر خليفة ديانه في كل حالات هذا سؤال آخر رفق سؤالي كان باختصار هل سيكون الجامعة بالماضي دور في تحديد الرئيس المقبل بصغى أو بأخرى لأنه وجوده في قائمة المترشح الفناني سيكسب هذا المترشح قوة جماعي وجوده في قائمة كيف وجوده في قائمة وجود مثلا مصطفى مازا يترشح الانتخابات الفاب ويقول مصطفى مازا أنه جامل بالماضي أقنعته بالبقاء إلى غاية 2030 أو 2050 يعني رح يكون ثقل لمصطفى مازا كم مترشح لا تقدرش تقول أنه مترشح يقنع جامل بالماضي جامل بالماضي ضد كلك جون لازم يقول يبقى ويروح الانتخابات رايحة الـ 15 ماي لا أعتقد أنه بالماضي هيبقى حتى بعد 15 ماي وما حدثت موقفتها وإحنا عندنا مباراية في جوان بالماضي سيفصل لا لا ما تقدر حتى مترشح يتكلم باسم رئيس الاتحاد أو مترشح إذا كان زفزاف مترشح وإذا كان صادير مترشح اسمعنا مترشح قال باللي أنه بالماضي نقلب لك السؤال بتاعك لو سمحت اتفضل لو سمحت أعتقد أنه حتى السلطة العمومية ما زال تبتغيز على جمال بالماضي لأنه الشعب ما زال يحبه وبالك مقتنعين بليدار عمل كبير ربما مقتنعين بليدار عمل كبير لذلك ربما حيحرصوا على أنه الرئيس المقبل الاتحادية لازم يكون في توافق مع جمال بالماضي هذا مؤكد لو يبقى جمال بالماضي أعلم بأن الرئيس المقبل يكون راضي عليه جمال بالماضي لو لحقنا لهذه القناعة يترشح زفزاف متنا يفوز جاهد زفزاف لأنه جاهد زفزاف خدم في هذه الفترة مع جمال بالماضي وكان توافق بيناتهم أعتقد أنه على الأقل على الأقل كسلطة عمومية ماذا بيهم ما يصنعش إشكال بين استدامة بين المدرب وبين الرئيس الجديد وكي ما صرر لأفق تصرف تعب الماضي بعد المداروة بعد الإقصاء كان تصرف بحكمة يعني راح قعد مع رسو قعد كي ما يقول لك ماخداش كي ما يقول قرار مباشرة بعد هذك يعني وفي الندو الصحفي هجل هم سنأخذ وقت بالطبع يعني كان كي ما يقول لك تصرف يعني بحكمة وهذا اللي خلاه اليوم بعد كي ما يقول لك الصيام بعد كي ما يقول لك الإنسان يروح كي ما يقول لك يصنع في ربع تاعه متوجه أمام يعني مع العيلة دياله يعاودي يسترجع كل شيء اللي صارى من ناحية التقنية اللي ما قصر فيه حتى حاجة دار كل مجهود دياله وكل هذة الأمور بالطبع يعني وش من الجزائري اللي ما غاتوش هذا الإقصاء يعني في المشاركة في قطر كلنا يعني كلنا ولكن اليوم كمسؤول تقني على الفريق الوطني أنا نظن يعني قبل ما نقوله يروح ولا يقعد نشوفه نديره حوصلة حوصلة التاقم الفني على رأسهم بالماضي بالطبع يعني الأمور الإيجابية اللي كانت مع بالماضي فيها عدة نقاط إيجابية ربما كاين بعض الغلاطات كما قلت ولله حتى هو أدرى بهم راح يعني يعود يرجع كما نقول لك ويصحح كل ما هو يعني لفاتنا ولكن الشيء الإيجابي لكاين هي عند نسبة مئوية كبيرة ولهذا يعني وخاصة اليوم أنا تقريبا في شهر ونص على موعد تصفيات كأسي إفريقيا اللي راح تكون في شهر جوان يعني الرابع جوان عندنا المباراة الأولى بالطبع ولهذا من المستحسن يعرف الدار يعرف اللعابين اللي قادر يزيد كل عليهم واللعابين اللي كانوا في القائمة الاحتياطية اللي عندهم إمكانية باش يزيدوا يدخلوا في المجموعة ويكونوا كأساسيين من القدم بإذنه خاصة اللعابين اللي هما شبان اللي عندهم ما بين عشرين حتى ربا عشرين ثلاثة حتى ثلاثة النقطة حول غرب وهذا يعني نظن التصرف بالحكمة هذه اللي خلاته اليوم يعود يرجع وما فيها كما يقول لك الإنسان طار الضد لأنه يعرف اللي هذا راهو وجب وطني وهو كما يقول لك ككل جزائري اللي يحب بلاده يعني يرجع ويكمل المشوار تاعه وكأس العالم ٢٠٢٦ إن شاء الله انتلاقها وراح ينتكلمه ونكونوا متأهلين وهو يكون معاهم ونريد الرد فقط على بعض الأطراف التي قالت بأن جمال بالماضي ارتكب أخطأ فادحة في لقاء الكاميرون والجزائر الأخير تسبب في إقصائنا مباشرة من المونديال يعني أنت سنحاول سنحاول الرد على هذه الأطراف التي تحاول دائما رمي التهمة على الناخب الوطني جمال بالماضي إذا هذة الأطراف إذا هذة الأطراف رأيهم مدربين يجوا يقول لنا وش رمض الأخطاء وإذا يكون كمتفرج كل متفرج عنده كما يقول لك الرأي تاعه هذه هي السؤال ينمد لربما لهذه الناس اللي نحترمهم بالطبع يعني نحترمهم الأراء يعني يا هل تارى هاو هنا قدامك هاو لعاب ويعرف كما لما تدخل و تحس مصطفى مازاق قالق بعض الشيء لا لا تحس وتحس وتشوف باللي الحاكم ما راهوش نازي هم تارك تلعب الداخل وعندك مباراة وين الضغط على هذا الضغط كبير وراهيب جدا مباشرة هل التصرف تعلعبين كان عادي فوق الميدان تأخذ تولي الاسترس يزيد تقلاق كما يقولك الخوف من عدم يعني تسجيل ولا عدم لغر وخاصة لما تتلقى هدف لي ما هوش كما يقولك هاد الأمور كامل عكس يعني سلبا على الفريق الوطني وين ولو يلعبوا بتخوف كبير فوق الميدان شفناهم لأن الفريق الوطني مش هادك والتصرف شفنا يعني مباراة كيفاش كانوا يلعبوا حتى في كأس فريقية لو تعود تشوف يعني ما كانش كما يقولك مهزلة من ناحية التقنية ولا التغطية كانت يعني قلنا يعني كانوا تفاصيل صغيرة تفاصيل صغيرة اللي تسجل يعني لأدبان هتكلموش المباراة الثالثة مدوارة الثالثة كان خلاص المباراة الأولى السيراليون والغينية الاستوائية كنا يعني قادرين يعني نربحوا إلا أن كانت ربما غلطت بدائيا لبعض اللعبين ولكن استراتيجيا يعني ككل كمباراية ما كناش يعني كما يقولك في أشوأ الأحوال التي تعنا يعني أنت تتخلنا تكتيكيا بالماضي خارج دائرة التهمة التي وجهت إليه أنا ماشي تهمة الإنسان يدير تحاليل أنا اليوم إحنا ولفنا هنا في الجزائر عندنا واللينا نعرفو مباشرة نديرو المقارنة تمتم نحوصو لما نربحو سي بون كي نخسرو نحوصو على المتهم ما كانش متهم كي إن إنسان عمل خلاص مباشرة اليوم عليش قلت لك أنا عليش يروح اليوم لما تشوف إنت يعني فيز بربعة اختارك كوس العالمية نحن نحاولو نتمثله بهذا الناس اللي هي كي ما يقول لك المستوى العالي الفريق الألماني شحل عندهم مدرب من الربعة وخمسين إلى يومنا هدي ما عندوش عشرة مدربين مكاش عشرة مدربين وهذا الاستمرارية ولكن اليوم اليوم السؤال المدهما تكلموش على بالماضي في الفريق الوطني شكوه اللي يسير الفريق الوطني الانديا لازم الانديا لازم يرفعوا المستوى التعاهم في العامل يبقاش يسيب اللعابين اللي يلزم ويحدنا العالمين عديد الأسماء في القائمة عديد الأسماء غادرت نحو أوروبا من البطولة الوطنية اللي الآن أصبحت تصنع أفرح المنتخب الوطني بالطبع لأن اليوم وش حاب يقول هذا حاب يقول بكل بساطة أن المدى الخام موجودة هنا وش اللي يخصنا له هنا النظام التنظيم في الانديا من قدرش نتكلم على شروط لأن اليوم ما فيش شروط ما فيش شروط ليوم أنا مقبلي على منافسة رسمية اليوم ناخب الوطني هو أكثر منه تعديل بعض الأمور ليس شروط هو تعديل بعض الأمور فقط يعني من بل شروط تقول أنه طالب بتصحيح بعض الأمور لأنه اشتكى كثيرا من التنظيم من التسيير من عد حتى من الأرضية من المسؤولين عن الأرضية من المسؤولين عن الملاعب هو حاول يعني يحاول تلقي ضمنات بخصوص هذه لا حقيقة حقيقة لما الناخب الوطني يولي تكلم على أرضية الميدان ما شفنا هاشا دي من قبل يجب أن يقولها بكل صراحة ما كان حتى الناخب الوطني جاء تكلم على أرضية الميدان لكن شفنا عدة في بعض الأحيان العراقية شفنا بعض العراقية بنسبة للناخب الوطني ولا بنسبة للمنتخب الوطني خاصة نتكلم نتذكر منذ السنة تتكلم جامل الماضي منذ مباراة تونس منذ مباراة الوودية في تونس تكلم على التحكيم وتكلم على لازم قال لك الناس باش تولي تحتارب المنتخب الوطني لازم أنه الناس اللي يدافع على المنتخب الوطني يعني أصبحنا نتكلم على أشياء اللي ممكن جدا أنه هي لأطرت على نتيجة على تأهل المنتخب الوطني يعني لما نتكلم على أرضية الميدان شغول ما لازمش نتكلم على أرضية الميدان لأنه أرضية الميدان من مفروض تكون يعني شرط من شروط كرة حديثة وكرة جميلة لهذا نقول أنه ربما جماع بالماضي الصحيح أنه متأثر من عدم تآهل عدم إفراح أعطاء الفرحة اللي كان ينتظرها كل الشعب الجزائري اللي هي وصوله إلى القطر لكن نظن وانا حسب رأي نقول أنه قد نجح في أشياء كثيرة يعني خلق عقلية جديدة داخل المنتخب الوطني خلق قد ناميكية جديدة خلق كذلك منظومة تلعب بمليح كرة فيه عدة إيجابيات كما كان يقول مصطفى هذه الحصيلة ربما لما تقارن ما بين السلبية والإيجابية بالرغم من إخصائنا في الضوء الأولمي كاسوبا في إفريقيا عدم تأهولنا إلى مونديال قطر لعنده أسباب بتاعه بكل صراحة لكن نقول أنه بقاء جمال بالماضي يعني هي هو الشرط بنسبة لكل الجماهل اللي تبع كرة القادم الجزائري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر